أعلن مركز الإبداع التابع لوزارة الاتصالات عن مسابقة بتصل جويزها لعشر مليون جنيه زي ما قلت لحضراتكو قبل الفاصل هنعرف تفاصيل من خلال خبيرنا التكنولوجي خبير تكنولوجي المعلومات المهندس محمد إشايل برحب حضرتك كمش مهندس أنا مش هدخل سوقنا كده على المسابقة على طول والعشر مليون وشروط هذه المسابقة أنا عايزة روح الأول لمواقع التواصل الاجتماعي يعني فيه صفحات كتيرة بتتكلم عن طورة الانترنت إيه رأيك في الحكاية دي؟ هي صورة الانترنت هي طبعا هل محقين ولا هم مكحفين بحقا هل مطالبهم مشروعة طبعا لأن لما بصينا في أي تأرير بيتكلم على مقارنة بين صورة الانترنت في مصر واعتراضهم على الخدمات اللي موجودة في مصر يعني نقدر نقول أن مستوى صورة الانترنت في مصر متدنية إذا قرنت بالدول الأخرى متدنية بتوصل لخمس مرات أقل أو لعشر أقل مرات أقل 512 دول بناخدهم إيه؟ أعتقد دي انتهت في جميع بلاد العالم السرعة دي ما بقتش موجودة غير في مصر دي من أحد الحيات يعني أقل سرعة موجودة اللي هي واحد ميجا في بلاد كتيرة بقت موجودة الأقل حاجة 8 ميجا 8 ميجا؟ 8 ميجا؟ 8 ميجا؟ 8 ميجا زي في اليابان في أمريكا في كوريا لا أمريكا لا 8 ميجا مش أمريكا 8 ميجا مش يعني 8 ميجا دي غالية جدا في أمريكا بس يعني بعضها كنتوفرة ويمكن عشان هم عندهم مناطق كتيرة بلاد حجمها كبير ففي بعض مناطق بيبقى فيه صعوبة للوصول لكن المدن الرئيسية دايما بتزيد عن 8 ميجا في أمريكا بس أقصد ما هو كل حاجة نسبة وتناسب شايف حضرتك الخدمات الزي المقدمة من شركات الإنترنت في مصر مقابل السعر أو التسعير بتاعة كل خدمة هو بكل أسف لما بنقارن بين سعر الواحد ميجا في مصر والتمانية ميجا في إنجلترا بنتلاقيهم السعر متقارب جدا يعني أحنا بناخد واحد ميجا والإنجليز بياخدوا تمانية ميجا والاتنين بيدفعوا نفس السعر مع فرق الدخل فعلا؟ أه بكل أسف فهي فعلا أحنا لما بنبص لمطالب الشباب بتوعصورة الإنترنت أعتقد أنها مطالب مشروعة طب أعلق لنا بشمونس على الجدول اللي احنا شايفينه على الشاشة إيه الجدول دا؟ الجدول دا حضيك بيظهر سرعة الإنترنت أفريج سبيد حدثك معاك الجدول دا؟ الجدول دا؟ الجدول دا أنا طبعا مش شايفة أو التفاصيل على الشاشة هو الأفريج بتاعنا حوالي واحد واثنين من عشرة السرعة بتاعت مصر في حين جميع دول العالم ما بتقلش عن تسعة أو حتى بعض الدول العربية خمسة وسبعة سرعات زي الإمارات فطبعا احنا وفي حين المفروض أن احنا مجرد شركات المحمول هي مجرد شركة لتوصيل الخدمة لمصر يعني ما هيش بتعني تكسرعة يعني مفروض أن هي زي بيقوله كابلات فالمفروض أن هو مين اللي قافل المحبس بتاع الكابلات دي؟ بالضبط هي دي القضاء فهو عايزين يقابلوا مسؤولين أو عايزين يحركوا الموضوع أو عايزين أن يعملوا دراية والناس تعرف حقوقها إن فعلا حقوقنا إنترنت أسعى من كده يعني ما بنشوفش الأسعار اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بره يعني خدمة الإنترنت بره غالية جدا جدا سواء كنت ترافلر يعني واحد سائح عادي أو حتى الخدمة اللي في البيوت اللي هي الواي فاي وغيرها الواي فاي وصل في بلاد لأنه مجانا يعني كان في تأرير للبنك الدولي البنك الدولي كان منازل تأرير لخدمة الإنترنت في العالم العربي بيقارنها بدول أوروبا إن الواي فاي بقى في الأماكن العامة مجانا اللي هي في الشوارع حتت حتت طبعا أنا أتمنى أول واحدة يعني إن يبقى فعلا عندنا طب حضرتك شايفي باشمونس مدى استجابة أو بتتنبأ بمدى استجابة الشركات الإنترنت للضغوط اللي معمولة لأن الشباب عامل تهديدات جمدة جدا يعني ما هي دي الفكرة إنه عامل تهديدات وفي تجاهل في الناحية التانية اللي احنا شايفينه من شركات الإنترنت متجاهلاتهم بالكامير وحتى الخدمة تعبانة يعني الخدمة تعبانة دي فعلا أحنا شفنا الطلبات بتاعتهم فحتى بندعوهم يعني فيه كان نقابة مبرمجين أو الجامعة العلمية المهندسين للتصالات إن يحصل تواصل إنهما ما يبقوش مجرد يعتمدوا على إطلاق شرع شعبية وبس لا يحاول يتواصل مع المسؤولين ويحاول يكون وفد ويحاول يوصل ليه الحكر على الشركات اللي موجودة فقط وهل اللي بيقفل المحبس اللي قولنا عليه الكابلات هي الشركة المصرية للتصالات يعني ولا بتبقى أعتقد الشركة المصرية للتصالات أصلا ما هو إحنا عشان نعرف نوجه اعتراضنا لمين لازم نعرف مين اللي معاه مفتاح التزويد السرعة وتخفيض الأسعار هل الشركات المعتمدة على المصرية الصلاة؟ هو طبعا فيه تبادل اتهامات من جميع الجهات لكن مش هنقدر نعرف إلا لو ضغطنا فعلا بس الضغط يبقى بطريقة نيجوشيشا تفاوضية ما يبقاش بعض الشباب برضك احنا معاهم في مطالبهم بس ضد ان احنا نحاول نعمل اي اعتصامات ان اولا الشركة المصرية للتصالات يعني عملت رخص المحمول ودخلها المفروض انها هتشاركهم هم يشاركوها في التريفون الأرض وهي تشاركهم في الموبايلات وكده المحمول يعني كل الشركات معتمدة على البنية التحتية أو البنية الرئيسية للمصرية للتصالات سواء كابلات او اي حاجة من الحاجات دي ولم يحدث اي تحديث لهذه البنية التحتية بتاعتهم او الخدمات حتى يعني خلاص ما بقاش فيه كيفية التقديم او تجويد الخدمات علشان هي بيقيت بنيتها التحتية يبقى ممكن تقليل سعرها يعني لو اعترفنا يعني لو وصلنا من تبادل اتهامات ده ان ده حدود البنية التحتية بتاعتنا وان كان ده فيه شك كبير فعال اقل يبقى يقل سعرها بقارنة يعني بحيث تتواكب مع نوعية الخدمة ما ليبقاش خدمة بسعر عالي مقابل لا شيء مقابل لا شيء نروح لنقطة تانية علشان برضو وقتنا يعني يقضي كل ده عايزين نتكلم على المسابقة لا قبل المسابقة طبعا انتوا عايزين تسأله على الواتساب صح؟ واتساباتنا حصل لها ايه مبارح بالليل؟ من ثلاث ساعات الواتساب هم اعلنوا ان هو عطل فني في الشركة وش ما يعني حصل بعد استحواز او بعد شراء الفيسبوك للأبليكيشن طبعا ده يعني طبعا اكيد عندنا شيء من نظرية المؤامرة ان احنا شكين من حاجة زي كده ان هو قد يحاول ان يخليها بفلوس او بسعر لكن لغاية دلوقتي ما فيش اي شيء معلن عن ازباب العقل عايزين نعرف ناس كتيرة بتسأل لو حصل ان هو بقى بفلوس هيبقى بفلوس على الرسائل ولا فلوس تشتري الابليكيشن اعتقد اللي يقدر يحكومه اكتر انه يبقى على الرسائل على الرسائل على الرسائل دي اكتر حاجة يقدر يعمل عليها كنترول ساعتها الناس حتتحول لابليكيشن تاني لكن بغد نظر عن نظرية المؤامرة المتخصصين شافوا الموضوع ده ازاي مبارح بالليل طبعا وقف بقى كتير من الناس المعتمدة عليه لان اصبح ناس كتير من المعتمدة في تعاملهم وتبادل رسائلهم عليه فطبعا ان هو تنسحنا بايه البديل عن الواتساب غير يعني اذا لقدر الله عملوه بفلوس ايه الابليكيشن الثانية يعني فيه ناس بتتصل على بلاش اتصال مش ازي اتصال فيه لين فيبر يعني برضو ممكن رسائل ايه تاني يرجع نرجع تاني للبي بي ام ولا ايه هو اكيد هيظهر بدائل تاني يعني المتحدة دلوقتي مش مبور نقدرش نقترح حاجة معينة لكن اكيد هيظهر ساعتها وطبعا نتمنى ان يبقى فيه بديل مصري يعني اللي احنا دايما بنقول يعني نتمنى ان ساعتها نقول المصريين يعملوا حاجة يا رب يعملوا حاجة لان اعتقد ان ده ما بقاش ابليكيشن صعب ابدا اطلاقا مجرد انه محتاج ان حد يقول ان ده هدف وان يحصل ليه دعم وانه يتعمل اعتقد ان عندنا الكفاءات انها تقدر تعمله خاصة ان احد موضوعات اللي هي الابداع فاعتقد ان ده يبقى موضوع ابداع عظيم جدا لو عملوا مصريين طبعا تشرف عليه ممكن وزارة اللي اتصالات نبدأ بها بالجانب الخاصة بالمسابقة ياريت تعرفنا ايه المسابقة دي ومعمولة لمن وشوط الدخول لها ايه ايه حضرت مسابقة معمولة للشركات اللي بتعمل في مكال تكنولوجيا المعلومات الهدف منها انها مساعدتها لانها تتجه للبرمجيات المصرية وزيادة حجم المكون المصري في البرامج المصرية لان طبعا احنا بنعاني في مصر من اعتمادنا على البرمجيات الاجنبية حتى وكاد تطبيقات مصرية الا ان المكون اللي بيبقى فيها زي سيرش انجين او معالج خرايط كلها جوجل مش بتاعنا يهو مش بتاعنا بالزبط وحتى كل الانجينز الجديدة فكلها مكونات مش بتاعنا لازم يحصل ان بعض الشركات بتصرف في مجال انتاج المكون المصري اكيد دي طبقا لنظريات العرض والطلب مش هتكسب يعني اي لان مش مطلوبة لان اللي مطلوب حضرك ان انا اعمل تطبيق ممكن في مدة 3 شهور او الطالب في كلية حاسبات بينتج مشروع تخرج محتاج قدامه مدة العميل او المشروع لازم يتسلم فيها بيبقى بيحاول باصفع ما يكون يستخدم المكونات المتاحة الحالية مش غادر بيقعد سنتين يبزل مجهود ريسيرش وشغل عشان ينتج مكون مصري لكن اللي بيعمل الكلام ده ممكن انه نبدأ نقول ايه نديله جايزة حوالي 80 الف جنيه علشان نشجع الشباب انه ينتج المكونات اللي هي ممكن تبقى السوق مش بحتاجها بل على عكس السوق السوق بيوجه لنحية تجارية اللي هو المكسب السريع لكن البحث بيبقى محتاج جهات داعمة وجهات تقدر تصرف بالنفس الطويل لانتاج مشروع ممكن زي جوجل سيرش انجين او معالج خرايط ممكن يوعدوا خمس سنين يصرفوا عليه قبل ما تظهر اول نتيجة فده مش هيتأتى الا من خلال مركز الابداع انه يحط خطط زي كده لانه يصرف على مشروعات ايه الشروط ان حد يدخل في المسابقة دي هل تي شروط تعليمية سنية اطلاقا هم للوقتي ويمكن دي الحاجات اللي هنتكلم عليها بعد كده يمكن احنا لنا انتقاضات اه على المركز بس بنقول انه هو طبعا لسه بيبدأ مركز الابداع مركز الابداع طبعا هو لسه بيبدأ بيحاول انه يعمل نوع من الابداع الحر اللي هو اه سايب ان الشركات تبدع في اي شيء وبياخد الابداع بتاعهم اه بندعو مركز الابداع قبل ما ندعو الناس انه هو يحاول يحط اهداف لايه اللي ناقص عند المنصريين يعني حاجة زي اللي حضرتكم تبتكلم عليها اللي هي برنامج تواصل اجتماعي اه طيب احنا كمصر ما عندناش ورسائلنا كلها خرجة برة طب انا ليه دلوقتي زي ما حاطت دعم 10 مليون او مسابقة ابداع 10 مليون ليه ما خصصش 2 مليون جنيه منها واقول ليه البرمجيات اللي هات ليه المبدعين اللي هيعملوا اه لسه مصر فيه عدد من الديفالوبرز كبير جدا بياخدوا اردارات من دول الخليج وهم قاعدين في بيوتهم في البحيرة وفي دمانهور وشركات بتبقى قوضة وصالة والله هي ساعة ما فيش صالة وبيبقوا اربع خمس شباب وبيجي لهم طلبات بيعملوا الديفالوبينج لحاجات حضرتك ممكن تتخد لو تعرف حجم الشركات اللي بيعملولها من دمانهور من قوضة في البحيرة او في اي قرية في مصر تمام تمام دي حقيقة اعتقد اني لازم نحن نبص للناس دي ولازم نبدأ نستخدمهم ونبدأ ننتج الحاجات اللي نقصها عندنا بدل ما نحن نستويدها من بره المسابقة جميلة جدا مسابقة الابداع وشركات كتيرة هي شرطها بس اني تبقى شركة تكنولوجيا معلومات ورقس مالها مصري وافرد مش شركة افرد متصابق بكل اسف ودي من الحاجات اللي احنا بننتقدهم فيها ان هم مش عاملينها للمتصابقين الافراد ومش عاملين للهيئات الحكومية الا الهيئات الجامعية كليات بمعنى ان حتى في بعض الكليات عايزة تقدم فيها عشان تاخد دعم بس بكل اسف ان هي ممنوعة من الدخول فيها ليه بقى؟ ايه نظرية او الاستراتيجية يعني بتاعت وزارة الصلاة انها تمنع ده؟ هي لسه اعتقد ان محتاجين ان هما يظهرون لنا وجهة نظرهم بس هي شيء جميل ان هم بدأوا يعني انا حبيت جدا وحبينا ان احنا نذكر المسابقة وان هما الناس يريت ناس كتير تتقدم فيها وان هي لان البيض لائم بتاعها اتنين مارس اخر معادل التقديم فيها اتنين مارس هي تبع مركز الابداع ويريد كل السمعيننا ان هما يحاولوا يقدموا في المسابقة ديا لانه دعم جيد لشبابنا وللشركات المصرية يمكن بيدعمش كل الناس لكن اهو بدأوا بالشيء بدأوا بالشركات وان شاء الله هيكملوا لجميع شرائح المجتمع يعني الجوائز تقريبا 10 مليون 10 مليون مقسمة حوالي 80 ألف جنيه لكل فائز هل لها كاتجريز معينة تطبيقات يعني في تأسيمة معينة هي دي الحاجات اللي احنا بردك دي يعني هم لسه كبداية وان شاء الله تبقى في المسابقة الجاية ان هم تركينها ابداع حر ابداع حر ده احسن برده احيانا انا مش شايفه احسن اوي لان هي مصر معروفة يعني نقدر نقول فيه خريطة للبرمجيات احنا عارفين ايه اللي متوفر عندنا وايه اللي مش متوفر فانا كنت افضل انها تبقى في المجالات اللي مصر بتعاني من نضرتها او مش متوفرة في مصر مش متوفرة في مصر ما تبقاش مفتوحة لأي ابداع في حاجة موجودة قريدي متوفرة عندنا عشان ما يبقاش قضاعة للمجهود الخبير التكنولوجي خبير التكنولوجيا المعلومات المهانس محمد الشيال انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني نتمنى بإذن الله أن وزارة الاتصالات تعمل تلات موسابقات واحدة للشركات واحدة للحر واحدة للجامعات او تخلطهم كلهم في موسابقة واحدة وتسمح بدخول المواهب دي على فكرة اللي عملوا الفيسبوك والعملوا جوجل والعملوا يهو دول شباب 18 ل20 سنة عمرهم مش أكتر من كده وكانوا بيعملوا لوحدهم فما نجيش نقول بقى عايزين شركة احنا عندنا شباب مخه رائع ومش بيشتغل في شركة وبيشتغل من بيته حتى فنفتح المجال أكتر من كده شوية علشان تتحقق طلباتكم انتوا عايزين مبدعين هي دي الطريقة اللي تجيبوا بيها مبدعين لكن الشركات خلاص تم اكتشافهم وبيشتغلوا في شركات على كل الأحوال نتمنى أن كلامنا يوصل لوزارة الاتصالات وبكر شكرا لحضرتك مرة تانية وبشكر حضراتكم انتهت حلقتنا النهاردة يا رب أشوفكم بكرة على كل خير وحلقة جديدة من صباح البلد شكرا للمشاهدة موسيقى